بسم الله الرحمن الرحيم أهلا وسهلا بحضراتكو وون اوب تريدر ما هي شركة وون اوب تريدر تعالى نشوف هي طبعا شركة تداول العقود الآجلة يعني الشركة ده تعمل في تداول العقود الآجلة تعالى بقى نشوف الخطط الخاصة بوون اوب تريدر هم عندهم خمس خطط تمام خطة بخمسة وعشرين الف دولار وخطة بخمسين الف دولار وخطة بمئة الف دولار تمام وخطة بمئة وخمسين الف دولار وخطة بانتين وخمسين الف دولار دي طبعا مكررة اللي هي المئة الف هتلاقيها هي مكررة تمام طيب الحكاية ايه بتدفع رسوم اما انك تدفع 125 دولار شهري او انك تدفع 105 دولار شهري تمام ايه الفرق من دي ودية الفرق انك هنا هتحصل على مشاركة ارباح تمانين بالمئة لو دفعت 125 دولار شهري اما لو دفعت 105 فانت هتحصل على 50 بالمئة مشاركة ارباح الشروط ايه بيقولك والله اقصى عقود يمكن فتحها هي 3 ستندر ماكس 3 كونتراكت البروفيت 1500 دولار بالنسبة للحساب اللي هو 25000 دولار وتريلنج درو داوين 1500 دولار والسطوب يقاف الخسارة اليومي 500 دولار واول 8000 دولار انت بتحصل عليهم بنسبة 100 بالمئة icle Oberstskine ابن زيه تحصل عليها بنسبة 100 بالمئة وبعد كده الارباح التالية بنسبة 80 بالمئة طبعا لو انت دافع الاشتراكه الmeno?".25 اما لو دافع الاشتراكه ال Kristen الوقت با Years Musk نصبح لorterه 50 بالمئة تمام اعادة الاكاونت مئة دولار تمام عشان فشلت في الاختبار تقدر تعيد الكلام ده بمئة دولار تمام طيب هنا خمسين الف تفتح ستة عقود تلات تلاف بروفيت تارجت الفين وخمسمية تريلينج درو داون الف ماتين وخمسين الاقاف اليومي تمن تلاف مقابل مئة دولار اعادة التعيين هنا تدفع مئة خمسين دولار شهري عشان تحصل على تمانين في المئة ومئة وعشرين دولار عشان تحصل على خمسين بالمئة تمام هنا اتنشر عقد ستاندر ستة الاف بروفيت وتلات تلاف وخمسمية التريلينج درو داون والفين وخمسمية الاقاف اليومي وتمن تلاف ايضا والمئة تمام فيش اي مشكلة ثم بعد ذلك المئة وخمسين خمستاشر عقد ستاندر تسعة تلاف بروفيت تارجت خمس تلاف تريلينج درو داون واربع تلاف الاقاف اليومي وبرضو ثمان تلاف مئة بالمئة وعادة تعيين مئة مئة دولار طيب هنا تفتح خمسة وعشر عقد ستاندر خمستاشر الف بروفيت تارجت خمس تلاف وخمسمية تريلينج درو داون وخمس تلاف الاقاف اليومي وايضا ثمان تلاف والمئة تمام طيب طبعا خلي بالك هم عاملين قواعد ممكن تبدو غريبة يعني يقولك ايه يقولك والله انت مثلا ربحت تمام جيت في يوم كده ربنا اقرمك وربحت مثلا ايه الف دولار تمام يقولك دا اعلى حاجة انت وصلت لها اليوم دا دا اعلى حاجة وصلت ليه لالف دولار طيب خلي بالك بقى علشان الالف دولار داية هتتحسب عليك يعني ايه الالف دولار هتتحسب عليك احنا عاوزينك كل ثلاثة ايام يكون صافي الربح الخاص بيك تمانين في المئة من الالف دولار اللي انت حققتها في اعلى يوم فهمي الحت داية يعني انت حققت اعلى حاجة انت حققتها في اليوم هو الف دولار خلاص اتحسبت عليك لازم تعمل لهم كل ثلاثة ايام تمانين في المئة من اعلى ربح انت وصلت له طبعا دي يعني حاجة افرد ان انا مرة كده جات معايا وربحت مثلا عشر تلاف دولار هتطالبني ان انا كل ثلاثة ايام اعمل لك تمان تلاف دولار ربح شيء صعب جدا طبعا الامتحان لابد انك تتداول لمدة خمستاشر يوم متتالية او غير متتالية ما فيش اي مشكلة ويجب اغلاق طبعا جميع المراكز قبل الساعة ثلاثة وخمستاشر دقيقة بتوقيت وسط امريكا تمام هي شركة امريكية فهو بيقولك اقفل جميع المراكز قبل الساعة ثلاثة وخمستاشر دقيقة بتوقيت وسط امريكا وطبعا عندهم موقع خاص اه لهذه الشركة تقدر تتواصل اه اجتماعيا مع العديد من المتاجرين بقى اللي بيتاجروا مع وان اب اه تريدر اعتقد ان هي شركة اه جيدة نوعا ما للناس دي هي بتشتغل في العقود الاجلة لكن الشروط الحقيقة شروط اه صعبة بعض الشيء لكن الرسوم الخاصة بيها رسوم منخفضة يعني اه حساب مثلا بمتين وخمسين الف دولار لما تدفع له ستمائة وخمسين دولار ده رسوم اه تعد رسوم منخفضة اه وكمان البروفيت اه ترجت اه خمستاشر الف ودرو دون خمس تلاف وخمسمية فمعقول واللقاف اليومي خمس تلاف فامر معقول ان شاء الله ارجو ان انا اكون شرحتها بشكل جيد وبطفيق ان شاء الله